شقيعة كده انتشرت ان فيه فيروس بيصيب او اصاب الدواجن في مصر وفيروس مجهول وكلام كده انتشر على الفيسبوك وده اللي نفيته دكتورة مونة محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة نفت تماما ما تم نشره بأحد الصحف الاسبوعية مبارح حول تفشي فيروس مجهول بيهدد مزارع الدواجن بمحافظة المنوفية واشارت مونة محرز الى انه تم ارسال فرق تقصي بيطرية في كل ادارات ومركز المحافظة للوقوف على ارض الواقع حول ما تم نشره في هذه الصحيفة وتم التأكيد من عدم موجود اي حالات مرادية واوضحت نائب وزير الزراعة انه كمان تم التواصل مع مدير مدرية الطب البطري بمحافظة المنوفية وكذلك رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة لخدمات البيطرية واكدوا ان ما فيش اي شكاوة او بلغات الى الطب البطري سواء كانت من مزارع او من تربية منزلية ومن جهته الحقيقة اكدت دكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الوزارة لديها المعمل المرجعي للرقابة البطرية على الانتاج الدجيني وفروعه بالمحافظات المختلفة وهي معامل معتمدة دوليا وحصل على شهادة ايزو 1700025 وبيتولى تشخيص الامراض اللي بتصيب الدواجن ده اللي تم نشره وفقا لبيان صحفي رسمي مفيش حاجة يا جماعة ومفيش اي مشكلة في مزارع الدواجن